اشتركوا في القناة الاسلوب لوحده هلأ رح نبلش بالطرق التقليدي لقياس التكاليف بالوقت الراهن وبظلة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة بما انه معظم شركاتنا والخدمية والتصنيعية ودخلة عالم تكنولوجيا عالم التكنولوجيا التصنيع تشهد معظم الشركات لاعادة النظر بتطبيق نظم التكاليف التقليدي لانه نظم التكاليف التقليدية لم تعد ملائمة لم يعد تطبيقها ملائم في معظم شركاتنا لانه تم تصميمها ببيئة كانت الاجور بتمثل الجزء الاكبر من تكاليف الانتاج المباشر في حين اصبح ادخال الالية في الانتاج بتمثل النصيب الاكبر من التكاليف هلأ معظم نظريات التكاليف التقليدية بتفترض دورات انتاجية طويلة لمنتج نمطي واحد ما بتتغير مواصفاته او خصاصه الا انه اهم اثار التكنولوجيا الحديثة هي امكانية انتاج مجموعة كبيرة ومختلفة من المنتجات يعني عنا كتير معظم الشركات الكبيرة حتى الشركات العائلية او الشركات الصغيرة يعني ما عدت تكتفي بتصنيع منتج واحد صارت تصنيع اكتر من منتج كرمال هيك تم ابتكار طرق وادوات جديدة بتلائم التطورات وبتعمل من اجل توفير معلومات دقيقة لمتخذي القرارات الطرق التقليدية لقياس التكلفي تعتمد على تحميل عناصر التكاليف لوحدات انتاج وفقا لطريقة المدخل الكلي او المدخل الجزئي وبالطريقتين بتم تصنيف التكاليف لثابتة ومتغيرة تكاليف الثابتة كلياتنا بنعرفيه الرواتب واجور العاملين او هيك شغلات اما التكاليف المتغيرة هي اللي بتكون قريبة اكتر لتكاليف الانتاج او تكاليف التصنيع بتكون مرتبطة بالمنتج بشكل مباشر وبشكل غير مباشر بشكل مباشر بتخص المنتج وبشكل غير مباشر بتخص المنشأة ككل وبتم احتساب التكاليف عن طريق تجميع التكاليف وفقا للأوامر الانتاجية او المراحل الانتاجية هلأ نظم التكاليف التقريدية كمان تسمح بوجود نسب طفيفي من المسموحات لكل من المخلفات والعوادم بالوقت اللي نحن هلأ لازم الهدر يكون صفر ضمن معايير الجودي العالمية المفروض انه الجودي الهدر او العوادم والمخلفات تكون صفر هلأ الطرق كمان الطرق التقليدية بتسمح باستيعاب الطاقة الكلية للتكاليف غير المباشرة وبيعمل المدخل التقليدي للوصول للهدف وعدم تجاوزه وبركز على عدم انحراف السعر ويسعى وراء العروض المنخفضة هلأ هيك منكون انتهينا من القسم الاول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر